السلام عليكم يا صغار تعرفنا سابقا على لتر L واليوم سنتعرف على حرف جديد وهو لتر M The sound of M is ma يلفظ حرف ال M هكذا M as in moon م م مون شعلي مون شعلي مون يعني كمر أحسنتي M as in monkey م م مونكي شعلي مونكي يعني قلد فعدان أحسنتي M as in mouse ما ما ماوس شعلي ماوس فأر يعني فأر أحسنتي والآن هيا نتعرف على كتابة M uppercase و M lowercase كتابة صحيحة سنبدأ بال M uppercase نرسم خط من أعلى إلى أسفل مستقيم وبنعمل خط مستقيم موازل إله من أعلى إلى أسفل وبنرجع نعمل خط مائل من أعلى إلى أسفل من جهة اليسار وبنرجع نعمل خط مائل مرة أخرى أم أبركيس أم أبركيس كمان مرة خط من أعلى إلى أسفل up to the bottom وبعدان بنرسم خط موازل إله من أعلى إلى أسفل وبنرجع نرسم خط مائل من أعلى إلى أسفل وخط مائل من أعلى إلى أسفل أحسنتي وهلأ يلا نتعرف كيف نكتب M lowercase كتابة صحيحة نبدأ من المنتصف بنرسم خط إلى الأسفل وبنرجع نعمل خط منحني مثل الموجة وبنرجع مرة ثانية نرجع للأعلى ونرسم له خط منحني جديد أم lowercase يلا نكتبه كمان مرة غييني أزايا نعمل خط من المنتصف من أعلى إلى الأسفل وبنرجع نعمل له خط منحني نرجع مرة ثانية وبنعمل خط منحني ثاني M lowercase أحسنتي أحسنتم نتعرفنا اليوم على حرف ال M وسنتعرف في المرة القادمة إن شاء الله على حرف جديد وهو حرف N إلى اللقاء لقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر